والحكومة إذا تدخلت في أمر الدين أفسدته هذا الذي يدفعنا إلى هذه الساعة ونحن دائما نؤكد على ضرورة استقلالية الحوزة العلمية استقلالية المرجعية الدينية لماذا؟ لأننا وجدنا ما حل بأهل الخلاف هذا الذي من جملة ما يجعلنا نقف ضد النظام الخامنئي لماذا؟ لأنه يأبى إلا أن يتدخل في شؤون الحوزة العلمية والمرجعية الدينية يريد أن يسيطر حتى تكون الفتاوى موافقة لسياساته لتوجهاته خطورة هذه لا نريد مالك بن أنس جديد